الركن الثاني من أركان الإسلام إقام الصلاة لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إقام الصلاة ولم يقل عليه الصلاة والسلام الصلاة لأن لابد أن يأتي بالصلاة قائمة مستقيمة على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى بشروطه واركانه وعجباته ومكملاته السنن ولا يأتي بمبطل مبطلة الصلاة حتى تكون الصلاة قائمة مستقيمة لأن السلاة quemضاء بإمكان الأعوبة أجدي صلاة向 لابد أن يugenى صلاة لأن نضي بشروع ماwalه صلاة المبروضة 5 الفجر ركعتين الظهر والعصر أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات والعشاء أربع ركعات في السفر الصلاة الرباعية تصلى ركعتين يعني الظهر والعصر والعشاء تصلى ركعتين أما الفجر المغرب تبقى كما هي الجمعة في كل يوم جمعة من كل أسبوع لابد أن تصلى هذه الصلاة المفروضة الخمس في الجماعة على الرجال البالغين point out الثاني الله محتضى يعمال اشترجمة نشأة اسم منافق جسل ونفاق الله مهدى سنع